مائتان وخمسة وثلاثون مليون قدم مكعب ما يعادل ثلاثة آلاف مرة مساحة ملعب ويمبلي قد استوجرت أو تم شراؤها كمستودعات في بريطانيا منذ عام 2007 وحتى اليوم المعلومات لإحصائية حديثة من شركات متخصصة والسبب ليس تطور الصناعة في البلاد وإنما نمو التجارة الإلكترونية إلى حدود لم تكن متوقعة حتى بالنسبة للعملين فيها فازداد التركيز عليها من تجار التجزئة التقليديين ومن شركات التكنولوجيا وشركات النقل والشحن بالنسبة للتجارة الإلكترونية عموما هي واقعيا باتت تمثل الوجه الجديد للتجارة العالمية وهناك مستويات نمو قياسية تسجلها كبرى شركات القطاع التجاري العالمي عموما وهذا ما يفسر خطوة أخيرة هنا في السوق البريطانية إذ باتت تميل شركات التجارة الإلكترونية في بريطانيا لرفع وتير تخزينها من المنتجات الأساسية لكي تلبي مستوى النمو الذي تسجله وأيضا من خلال التوقعات التي تشير إلى أن نمو هذه الشركات واقعيا سوف يحافظ على خط التصاعد في المرحلة المقبلة 60% من مساحات التخزين في بريطانيا اليوم باتت مسجلة باسم تجارة التجزية مقارنة بنحو ثلث المساحة فقط قبل سنوات قليلة ولكنه ليس الأثر الوحيد لنمو تجارة الإلكترونية فقد ساهم نمو هذه التجارة أيضا في دعم قطاع الشحن بكل أنواعه وفي مطار إست ميدلانس مثال واضح وفقا لتصريحات مسؤوليه لهيئة الإذاعة البريطانية لقد شهدنا نمو استثنائيا نحو 20 طائرة في الساعة تنقل البضائع من وإلى خارج المنطقة من أجل تسليمها في اليوم التالي لا شك أن شبكة النقل المتطورة في بريطانيا قد ساهمت بنمو التجارة الإلكترونية ولكن دل تطور التكنولوجية يبقى القول الفصل في تسهيل عملية البيع والشراء عبر الأنترنت في بريطانيا منتج من كل خمسة منتجات يباع عبر الأنترنت هذه الإحصائية تقول إن التنافس بين التجارة الإلكترونية ونظيرتها التقليدية تزداد شراسة ولكنها لن تحسم خلال السنوات القليلة المقبلة وفقا لمختصين بها العوام قناة الغد لندن اشتركوا في القناة